بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله هنبدأ نيو فايل عشان نشوف هنعمل عليه آخر عملية من عملية From Dimension فنقول له خلاص احنا شغالين على الميلينج كده الستوك 4x4x2 موافقين على هذا الستوك المتيريال ألمونيوم موافقي بقى ايه هو الفينيش نيجي نشوف ايه اللي احنا هنشتغل فيه فهنروح على Features احنا ما زلنا شغالين From Dimension مرينا بالهول والريكتانجل بوكت والسلوت وستيب بور وثريد ميلينج والفيس خلصنا كل العملية دي وعرفنا بتتعامل ازاي طيب تعالى نشوف اننا لو عايز اعمل شوف هنا شوفت اخر لقبل الاخير بقول ايه Make Pattern From This Feature يعني لو عندي feature معينة مثلا Say Hold خلينا نشغل على فعايز اعمل منه Pattern يعني ايه Pattern اعني ايه Pattern عايز اعمل يعني ايه Pattern منه اوزعه على الرو مجموعة يعني عندي مجموعة هولز عايز اعملها في هذا البارت اللي موجود امامي فهقول له Make a Pattern هنقول له خلاص دينا شكل ال Dimensions بتاعت الهول اللي انا هنشتغل عليهم فهنقول له خد Depth بواحد وديامتر بخمسة من عشرة ونعمل كمان Chamfer للهول ده ب O O O 1 يبقى كده ايه خدنا الابعاد اللي احنا محتاجينها هينقلني على البتر يكون فين هو بيقول لي ايه يكون Linear ولا هيكون Radial شوف كده يبقى Radial كده لا مش عايزينه كده Radial Setup x y plan لا طب Rectangle اوه ما ايش او Rectangle يبقى بهذا المنظر طب عايزين cam وانصر من هذي العناصر فبيقول لي ده ايه الجزء اللي انا عايز اعمله ايه better اللي هو الهول فهقول له طب خلهم لنا خمسة ونوزعهم على ال الهول 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 اللي هو قدامي ده عايزين النمبر يبقى خمسة النمبر افروز برضو خمسة عندي ايه تاني الro spacing هنخليه دول انت عندك دي احنا خدناها بخمسة من عشر انش بخليها بـ 0.75 0.75 ال spacing اللي هو ما بين العناصر دي وبعضها اللي هو برضو نخلي بإيه 0.75 0.75 ال angle لا انا مش حاجز angle خلي كده ال angle بصفر هقول له التالي هاي يجبهم لي بهذا المنظر يبقى اذا انا عملت واحد 2 3 4 5 روز ما هو قال لي وإيه وال number of element كانت كام خمسة فقال لي دول الخمسة عناصر عملناهم في خمسة روز يعني دي عبارة عن مصفوفة خمسة في خمسة فظل لي اني انا احدد قيمة ال x و ال y هوادي العناصر دي فين فانا هاجي اقول له اني انا عندي هنقل كده دول عندي اللي هو لينده فها حدد النقطة ادي هنا يبقى x ب لو جبناه هنا هو يبقى عندي x بخمسة بخمسة من عشرة ونقل له التالي يبقى اصبح عندي العناصر موذعة بهذا دي مجموعة هولز انا وزعتها انا دلت لو عايز اعمل هول شوف تخيل كده ادي اوزعت عملت البتن وقدرت توزع الهولز على الستوك اللي موجود عندك بهذه الطريقة ببساطة ما عملناش فيها اي مشكلة عملنا السبوت دريل وعملنا الدريل خلاص يبقى كده نقدر نقول له ايه خلصنا هذا الجزء بهذه الطريقة طبعا نشوف بصبع انت لو نشوف ال ال عندك كام سبوت دريل عدهم 25 خمسة خمسة 25 سبوت دريل و25 دريل يبقى كده ايه خلصت هذا الجزء تعال نشوف الايزومترك بتاع هذا الشاكل ادي ممكن نعمله كمان shadow يبقى دي كده هذه الهولز اللي موجودة عندنا هتبقى بهذه الطريقة نبدأ نعمل بقى عملية simulation عشان نشوف الpart بعد عملية simulation خد بالك برضو من نقطة مهمة جدا ان كل الشغل اللي انا بعمله انا بعمله الراعي دي جدا يا شباب اللاي كرمكم ان انت لازم تعمل عملية الفيسينج الاول ان الابعاد بتتحسب لو جبتلك الرايت الابعاد شو بتتحسب بداية من فين خد من اللي هو الدبث ده او اللي هو هيعمل عليه عملية الفيسينج وبعدين بدأ يعمل الهول من بعد الفيسينج فلذلك انت لأول ما بتبدأ الستوك بتعمل حسابك من الاول اني انا لازم اضع في اعتباري قيمة الفيسينج هو بيبدأ وهيبدأ ينفذ اي فيتشورز هتتعمل على الجوز اللي انت طيب كده نعمل التول باث ونبدأ خلينا نعمل ثري دي برضو سوميوليشن بتبقى اوضح اوكي هيبدأ الهولز تدريجا كل ده اسبوب درينج خلص يبدأ يعمل ايه الدريل هيشوف مع الارو ماشي اهو كده الهولز كده نهى العملية الكاملة بإذن ادرنا من خلال هذا نشوف ازاي اقدر اعمل بتر بهذه الطريقة اوكي بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الجزء وخلصنا كل الفيشور فروم ديمانشن ونراكم ان شاء الله في المقاطع القدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته